موسيقى احنا حاليا في صحن الكنيسة المرقصية كنستنا بتتميز ان فيها سبع مذابح المسبح الاولاني المسبح الرئيسي في الكنيسة على اسم الستة العدرة والقديس العظيم ماري مرقص وده احنا بنصلي فيه تقريبا قداس كل يوم على مدار السنة ده المسبح الاولاني المسبح التاني في الناحية البحرية اللي هي ناحية الرجالة والمسبح ده على اسم الملاك مخايل المسبح التالت كل ده في صحن الكنيسة الناحية الابلية اللي هي ناحية السيدات وده على اسم القديس الشهيد العظيم ماري جيرجس ده جوا الكنيسة من تحت تلات مذابح عندنا في صحن الكنيسة برضو في نص الكنيسة بالزبط عندنا سلمين بيطلعوا على بلكونة علوية واحدة من ناحية السيدات واحدة من ناحية الرجالة اللي من ناحية الرجالة او من ناحية البحرية بتطلع على مسبح على اسم القديس العظيم أنبان طونيوس والأنباش مودة رئيس المتوحدين دي كنيسة صغيرة بيتصلى فيها أداسات في مناسبات معينة زي مثلا عيد أنبا أنتونيوس أو بعض المناسبات الخاصة الكنيسة اللي من ناحية التانية على اسم المسبح بتاعها على اسم القديس ماريمينة وده كان بيصلي فيه قدسة بابا كرولوس أداسات كتيرة جدا جدا ومن بعده نيافة الأنبا مينة المتنيح أسقف دير ماريمينة السابق ده جوا الكنيسة عندنا كده ثلاثة في صحن الكنيسة واثنين علويين يبقى خمسة عندنا كمان مسبحين إضافيين خارج صحن الكنيسة المسبح السادس موجود تحت المكان اللي احنا وقفين فيه لما اتعمل توسيع الكنيسة سنة 1990 تحت الجزء المتوسع من الكنيسة فيه بدروم البدروم ده الحقيقة أعيد تصميمه مرة تانية بحيث أنه اتعمل منه كنيسة جميلة تساع حوالي 160 ل180 فرد الكنيسة دي على اسم القديس الشهيد العظيم أبا نوب الحقيقة احنا الكنيسة دي بنصلي فيها اسبوعيا أكتر من قداس يمكن أهمها قداس كل يوم جمعة بنصليه لأطفال مدرس أحد في الكنيسة يتناول فيه عدد كبير جدا من الولاد والبنات وكمان بنصلي في الأعياد والمناسبات الكبيرة بنصلي قداسات مخصوصة للأطفال في الكنيسة دي عشان كده يمكن المسبح بتاعهم على اسم القديس الشهيد أبا نوب عشان هو ستشهد وهو طفل عندنا كمان مسبح سابع تحت الهيكل البحري تحت هيكل رئيس الملايكة مخايل المسبح ده على اسم القديس العظيم أنبا برآم أسقف الفيوم ويجيزة